واتمنى كمان من وسط يعني كل هذه التحسبات ان احنا نكف ونطلب مسؤولينا بالكف نهائيا عن لوم المواطن يعني لو احنا عايزين نلوم المواطنين نأجلوا نابل لوم ده شوي نعتب عليهم نأجلوا شوي بعليش نقطمهم ياريت نأجل ده لان كمان احنا مش مفروض في لحظة ازمة والمواطن مضغوط ان انا قاعد اضغط عليه انا عارف انه في وقت الازمة كل واحد بحاول يرمي النار على حجله للاخر انت السبب لا انت السبب لا انت السبب لا انت السبب وبعضنا هيدور على يعني اسباب كونية وخرافات وغيبيات عشان تبقى السبب وطبيعي انه في وقعنا الصعب ان احنا يبقى يعني سبتنا الانفعال محدود ورغبطنا في ابرأ الزمة والقاء المسؤولية على الاخرين اكتر لكن وانا باللعبة دي ما تعملاش الحكومة مع الشعب دلوقت لانه على اخره فالمفروض ان احنا نتعامل في لحظة الازمة يعني خلاص الرأي يعني اللحظة دي مش لحظة نصح ولا تقريع وخلاص حتى انت بالنسبة لك كمواطن يعني انت حاسس والحياة بنقصين يعني عندك حق عندك مش ما قصرتش فعا قالص يعني انا بش شاف المواطن اصر الحقيقي علشان يبقى موضع لوم وتقريع ونصايح نبز وانت واسرافك ولا اصراف ولا اي حاجة الناس تعبانة وعلى قدها وبتسال الله حق النشو فبرح عليهم شوي فلما بص للسلم الاجتماعي بها فلاي انا عايز اقمن المواطن من نفسه ومن المخاطر اللي وراها الازمة الاقتصادية دي بمعنى ان انا هتمنى ان كل جامعة في مصر عندها كليات اداب عندها اقسام اجتماع واقسام علم نفس انها ان ده المفروض ده دور بوزارة البحث العلمي دور التعليم العالي دور المجسد على الجامعات يهو معني بأدوار حقيقية في المجتمع مش بيه اللي بيتعامل ده اللي هو لا علاقة له بالمجتمع شيء البريقراطي والروتيني ويعني وضع التعليم في مصر لم يعد في حاجة الى ان احنا يعني نشرح اكتر مما هو مشروح متشرح الدور الحقيقي احنا عندنا علماء واسداء وخبراء ومفكرين الدور الحقيقي ان احنا ادي كليات او اقسام الاجتماع وعلم النفس في المحافظة دي نقدر نقول لهم يلا نكلفهم باجتماع ومؤتمر ومجلس ينعقد من الانسازة والقبراء ويبدأوا يضعوا تصورات الاستطلاعات رأي استمارات بحث فروض علمية لأبحاث علمية تنزل الشارع تشوف ردود الافعال تقيس درجات التأثر المجتمع تتحسب بقى انه المفروض نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة علشان المحافظة دي والناس دي بطبيعتهم بعلاقات العمل بتاعتهم بالعلاقات العائلية اصف فيه يعني محافظات جر محافظات الصعيد جر بحري الريف غير المدينة الريف اللي فيه درجة العائلة والقبيلة والعشير اكبر غير المدينة اللي فيها العلاقات بين الجيران اهم من العلاقات مع الاهل وهكذا كل شيء له دراسته فاكرين لما رئيس سيسي اشار لموضوع مدينة الاساث وقال انه الجزء في الدراسة اللي افتقدناه هو العمل البيئي والاجتماعي وازان المواطن الضمياطي على قدر ما هو مواطن شغيل واحد يعني من عزائم يعني من عزائم الامور الاقتصادية في مصر وجلل القيم العمل في مصر هو المواطن الضمياطي المواطن الشغيل المواطن الفاعل المواطن المنتج المواطن المستثمر المواطن الايجابي المواطن العامل المواطن المنور ولكن المحافظة الوحيدة اللي بتشتهر بثلاث صناعات عظيمة عالمية مرة واحد الاثاث والحلوة والجبنة الاجبن والالبان فيش اجبن من كده ومع ذلك لما عملوا ضمياط الاثاث بنت الاساس ما نجحوش لان هم درسوش مجتمع ضمياطي دي الفكرة كل مجتمع له صفاته سماته خصائصه فلما اجا اقول اثر الازمة الاقتصادية على المنوفية المنوفية لها طبيعة خاص يا مثلا المنوفية الارض الزراعية بتاعتها الايلة فمعظم سكانها واهلها من المتعلمين اللي لم يكن كله اقل نسبة امية في مصر كلها الجامعات والتعليم والمدارس اللي هدور كبير اوي في المنوفية موظفين الدولة والحكومة المنضمين الهيئات النظامية الجيش والشرط طباع مختلفة فلما اجي انا اقترح حلول وافكار للمنوفية غير ما هتراحها للشرقية فلازم يبقى انا الاساد زبتوعي انا في الشرقية اساد جامعة الزائزية وما اللي شغالين على الشرقية لانه الشرقية فيها طبيعة طبيعة العائلية اكتر القبائل اكتر المدن اكتر طب تعالى نشوف هنا وندرس طب نعمل ايه وصاد مثلا العنف الجنائي نعمل ايه مع العنف الاسري لانه يحصل عنف اسري فيشرحوا تحليل الاثار دي ثم يقترحوا الحل ثم تكلف الدولة الحلول دي بقى مجتمع مدني حاضر وجاهز وممتاز وبيلعب ادوار شديدة الروعة لازم الدولة نفسها الدولة بدل القوانين المعطلة والمعوقة لمنظمات المجتمع المدني ده دي قوانين تتنسف ده مش شاي المصر على كتاف وقد المجتمع المدني دلوقتي جمعيات الشغل وجمعيات المجتمع وجمعيات المرأة وجمعيات التدريب والتشغيل ومجتمع ايه ده ده وشوف جهدهم وزارة التعليم جهدهم مع وزارة الصحة جهد رهيب فالجمعيات المجتمع المدني دولة هم ثروة حقيقية ده الشعب الواعي الناضج اللي بيعمل عمل تطوعي اللي مؤمن ببلده اللي عايز يطوره ويغير البلد وكمان مجتمع المدني ده هو اللي بيتلقى منح محترمة من الخارج من مؤسسات معلومة معروفة وبيتعاود دوليا بشكل شفاف ومحترم فدول يقوموا بقومة كبيرة اوي اوي في انضاج المجتمع في مواجهة الازمة الاقتصادية حماية المجتمع من اثار الازمة الاقتصادية لانا اتكلم مثلا عن جمعيات الاسرة والمرأة العنف الزوجي سيزيد في الازمة الاقتصادية طبعا هيزيد في حد عائل ممكن يظن غير ذلك لما الفلوس تقل في البيت والاحتياجات بتزيد والاسعار بتنفجر العلاقة الزوجية هتبقى طيبة ولا مليئة بالتوتر العلاقة بين الراجل وولاده وبناته هتبقى عادية وطبيعية ان الواد عايز بيت جنيه عشان كازا بقوله معايش بيت جنيه اجيب لك منين فقوله طب وانا اعمل ايه يعني ما اروحش طب وانا اقولت لك ما اتروحش ده مش حوار هيدور بدل المرة الفين مرة في شهر ده مش هينتج اثر نفسي عند الاب الاحساس بانه مش عاني في سد احتياجات الولاد ومش قد احتياجات البيت وانه مقصر مش هيدي احساس عند الابن انه محروم وانه مضغوء كل ده يا جماعة اصار اجتماعية ودول اللي في الاخر اللي مش هكلولك البلد دول اللي بعمل لك الوطن الوحدات دي الوحدات دي ده المواطن ده الموضوع كله ده اللبنة الحقيقية للبلد اللي هي هل هو المواطن ده مزاج الوحد ده اللي عمره 17-18 سنة اللي خارج من البيت بينفخ عشان ابوه وقال له معايش ومش عارف اديه لك المزاج بتاع الولد ده بيؤثر في السلم الاجتماعي للبلد يبقى لازم ندرس ده ونحن مش متوقعين مع نسبة الطلاق اللي بتزيد كل سنة نجي تضغط الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية والغياب الثقافة المنفتحة والناضغة في حياتنا مش متوقعين مع الازمة الاقتصادية اللي هي هتطول مش متوقعين ان ده هيزود نسب الطلاق طب نعمل ايه نعمل ايه بشكل استباقي نسبة بيه استفحال الظاهرة ده اللي احنا المفروض نعمل ونشتغل عليه نعمل ونشتغل عليه نعمل ونشتغل عليه موسيقى ترجمة نانسي قنقر